موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي مما خاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة وطلبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضد النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغة الحساسية في مصر مفاوضات وقف إطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مأساة إنسانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسيزيد المجاعة وأوضحت الأونروا أن ما تحتاج إليه الوكالة الآن هو وقف إطلاق النار في غزة وليس النزوح القصري للفلسطينيين مؤكدة استمرار تقديم المساعدات الحيوية برفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة شهدت دكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقي التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الابتقار التطبيقي وإحدى الشركات المصرية للاتصالات بشأن التشارك في مشروع لتطوير تطبيق أتمة الضمان الجودة في مراكز الاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأكد وزير الاتصالات أن اتفاقية التعاون تجسد التكامل بين مؤسسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مؤسسات بحثية معنية بتطوير تطبيقات باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي ممثلة في مركز الابتقار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص ممثلة في شركة إكسيد للعمل من خلال تعاون بناء له مردود إيجابي في المساهمة في تطوير القطاع ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية في تشكيلها الجديد وأشدت وزيرة التضامن بجهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية مشيرة إلى أن توجيهات القيادة السياسية قد شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من تكامل حزمة حقوقهم من توفير بطاقات تموين وضمهم لمظلة التأمين الصحي اشتركوا في القناة